ولكن خلينا نتكلم عن مباراة الأهلي والمؤلون العرب بشكل عامل أول يا كابتن شفت هذه المباراة زي؟ يعني كان متوقع أنه يبقى فيه أداء كده بعد فترة التوقف يعني أنا بقول النادي الأهلي بضر من التوقف ده أكثر الأندية ضرراً طبعاً الأهلي كان ماشي ماشي كويس قوي قوي أوي طبعاً ما بدأ وعامل نتايك كويسة وعامل أداء كويس فني جيت أنت طبعاً وقفت القصة دي كلها فأنت عارف طبعاً أسلام أن التدريب حتى وإن كان المدير الفني عايز يرفع لياقة الفريق عشان بعد كده تحسباً لأن الموتشات بعد كده بعد التوقف ده هتبقى وراء بعد هنرجع للقصة بقى كل ثلاثة يام ماشي إنما اللياقة في حاجة اسمها لياقة المباريات دي حاجة تانية لأن انت بتلعب تحت ضغط غير ما بتتمرن مع الفريق أو مع زميلك في التدريب يعني كذلك برضو يعني النواحة الفنية النواحة الفنية برضو المستوى الفني ما بيزيش ألا بالموتشات الرسمية ما بيجيش بالتدريب فيه تجانس تجانس برضو شفنا النهاردة يعني بصات كتير غلط فيه لعبة مش مستواها يعني أنا نهاردة اتفاجئت برضو بديونج النوع أقل من ديونج كور مقطوعة كتير معه تفاجئت خلي بالك أسلوب معه برضو لما تيجي تنظر مش لديونج تحديداً ولكن لأي لعب اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت هو أنت كمدير فني الأول لازم تبقى محتار ما بين إن انت لما تبتيجي تبص للجدول الفترة الشهر ونص وعلى شهرين اللي جايين هتلاقيهم إيه كل 3-4 تيام مباراة فعايز تخزن وبالتالي عايز تخزن وأيضاً عايز تدي راحة صحيح فلازم توازن بين الاثنين ما بين الاثنين عشان كده أول حاجة حضرتك قلتها وهي طبعاً مزبوط 100% وهي أن إيه إن إحنا كده كده عارفين إن المطش ده هيبقى عامل كده تماماً بس ما كناش تققينه أفضل من كده شوية ولكن ده الشكل العام هو طبعاً الحمد لله إن النتيجة خلصت كده والأهل عدى الدور ده وده الغرض الأساسي في مطشات الكاس يعني أنت حتى وإنت كامل يقتك وفي عز المستوى الفني مطشات الكاس بيبقى لها حسابات أخرى مش مضمونة سواء فريق كبير أو فريق صغير ما تبقاش يعني والمفاجآت فيها كتير المقولين طبعاً يعني ممكن يكون استغل الحتة دي قدام نادي الأهلي مش باكي على حاجة عايز يقدم أداء كواس قدام نادي الأهلي بيلعب براحته بيلعب على المرتدات أنا باخد عن نادي الأهلي بس في بعض الأوقات من المباراة يعني أنت عندك مثلاً وقت من وراء بعد ما أحرصت الهدف في الوضع الطبيعي أن دي بعد أحرص أي هدف بتبقى فيه خطورة أن أنت يحرص فيك الهدف مثلاً تاني فكان لازم يعمله نوع من أنواع الاستحواز يرتبه الأوراق ماستعجلش أنت جبت هدف ظروفك أنت عارفها أن أنت جاي من راحة صح ما تبقاش عايز مصر بقى أن أنت تروح عشان تجيب اللي التاني لأ أنت كنت أمنتي شوية هديت اللعب لأن طبعاً أكيد الفرقة التانية عشان زياب أقول لك خروج مغلوب وفي مانشات كاس لازم يجي لها نوع من أنواع الإحباط الإحباط هيجي بإيه؟ بأنك تستحوز على الكرة ومتدلوش فرصة أنه يقطع كرة وهجمك عشان يحاول يتعادل ولو شوف تجون التعادل جي بعد الهدف مباشرة صحيح فكان لازم أنت في الحتة دي نسل خبرات اللي في الملعب وناس كتير خبرات في الملعب أو من بره الجهاز يحاول أنه هو يعني يعمل عملية الاستحواز دي ويعمل نوع من أنواع التهدئة عشان برضو تحسباً للحتة دي وخصوصاً المؤولين بيلعب على المرتد ومن أول المباراة هو مش خايف هو ضغط عليك من أول مباراة وتزديدات على المرمى فكان النادي الأهلي طبعاً فيه نقطة كمان وهي عملية يعني عدم استغلال فرص ترجمة نانسي قنقر